السلام عليكم لما عصى آدم عليه السلام ربه وأكل من الشجرة ألهمه الله تعالى دعوات وكلمات يقولها ليتوب الله تعالى عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ما هي هذه الكلمات ولما عصى يونس عليه السلام ربه وترك قومه وركب في القارب وذهب ألهمه والتقمه الحوت ألهمه الله تعالى أيضا كلمات يدعو الله تعالى بها ليتوب الله عليه فما هي هذه الكلمات ولما قتل موسى عليه السلام الرجل وكزه موسى فقضى عليه ومات الرجل ألهم الله تعالى موسى كلمات يقولهن فتاب الله تعالى عليه فما هي هذه الكلمات هذه الكلمات قال الله تعالى عن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه الغفور الرحم يقول الشيخ السلام من تيمية إن العبد إذا اعترف بذنبه وانكسر بين يدي الله واعترف أنه مقصر ومذنب كانت الرحمة والمغفرة قريبة منه هذا أولا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب قط إلا كشف الله عنه كربته السلام عليك